مشاهدين الكرام الموضوع أخذ يتفاقم بشكل كبير ووفير في الشارع العراقي يومية أمانة بغداد تنزل عبر صفحتها الشخصية وتقول وقعنا مذكرة تفاهم مثلا مع بلدية إسطنبول أو بلدية فلان دولة لكن هذا التوقيع تبين أن مذكرة التفاهم كانت قبل عام والآن راح يباشرون بتنفيذها احنا إلى متى نظل نوقع مذكرة التفاهم احنا ما عندنا طاقات وعقول وخبرات علمية وعملية ترتقب واقعنا مو بالواقع الخدمي فقط الواقع الصحي والتربوي والتعليمي وغيرها لو احنا نظل الراوح بنفس الدائرة اللي تستعين بخبرات الدول المجاورة حسنا مو مشكلة من الممكن نستعين بخبرات دول مجاورة وإقليمية ونستعين بأمورهم العلمية والعملية ونحاول نماشي عجلة التقدم بالعاصمة على وجه التحديد وبعموم العراق لكن بغداد من الممكن يصير مثل اسطنبول من ناحية النظافة والترتيب والوضع العام له الموضوع موضوع مذكرات مستهلكة وحديث إحلام ماندري